اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم نيو ميديا في برنامجكم الاستوديو ذي في تيديو اليوم شبا رحمة اسويسي نموذج في قصة النجاح باش نتعرف عليها اكثر ونكتشفوا اكثر تفاصيل معها مرحبا نتشرف بالحضور معاكم ونقدم لك سلامي وسلامي لكيفة الفريق وكيفة المتابعين نتشرف بالحضور معاك شكرا على الدعوة في برنامج الاستوديو في نيو ميديا انا رحمة اسويسي نقدم روحي جون انترابرنور في صناعة الكعك والحالويات التقليدية انت غرامك رحمة مكنش مشيت ديريكت للحالويات انت اختصيت في حاجة قريت حاجة نفسره اكثر للناس المتعرفش رحمة انا صاحب تشهد عليا في تصميم الفضاء اختصاص هنسة داخلية خريجت المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم فنون وحيرا في الدندين صاحبت خبرة اكثر من عشر سنوات في مجال تصميم المعمار اخضرت في المجال امتعا اكيد وبعد كيف مشيت لغرامك غرامي اللي هو ترعرع فيها من الصغراء وبحكم يعني العائلة مغرومين ومفميش عام عملنيش عولا مفميش عام محلينيش لحلوف في الدار سويني ماشية سويني جاية من الكوشة وليحة الكيك اللي يتفحفح كل يوم معناها في سير ليام اللي طايبة سلة سلة في الفور مع الغاز هذيك الكل وعندي دو جران مار يعني متعلقة بيهم برشة وغرموني بالكوشينة يعني خليوني بحذيهم ومراعني إلا شي كبرلبيا وولا حلمة قصة النجاح متاعك تعتبر في الحلويات والطبخ والكل يعني انسيت اني انتي قريت الحاجة هذيك وقعت مربوطة بالغرامة متاعك هو النجاح نقوله نسيت كما نجاح نقوله بالنسبة لي انا منسيتش اللي شوف في الظاهر يحسني لي انا بعد كل البعد على فن المعمار أو تصميم الفضاء وغيره اما انا في الحقيقة وظفتك الشهدمتيعي والكافئة في التصميم والشيء اللي قرناه في الجامعة حاولت نوظهه باش يكون لي نقطة ايجابية باش نرجم انا ان ننقوي فني جديد اللي هو الكوجينة خاطر حبينا وكرهنا الكوجينة هي فن وحرفة يعني الكوزين سي لاردو لكومبوزيشيون فمعندي انت بجا بش تاخو بروديو بش تصنعو فما مكونات لازم اكتخذوهم لازم تنسق بينات وفما دوزاج معين بتاع ديز انجريديان ومباعد لازم تخرج يعني عبارة تخرج لوحة فنية قابلة للأكل خاطر فيزيول مهم برش يعني احنا التونسي وغير التونسي دي مايك اللي بعيدو قبل فهمت يحب الحاجة المزيينة والحاجة المعنتلي تشره بش يشري او بش يكل بذبت وكيما قاعدين نشوفو بش نحكي وطوى على الطريقة اللي تخذ بيها الكيك هيدا يعطي شو اسموه اذا كهيلتي كيك سوصن دي كاب كيك خاطر نبيعو نحنا الكيك متاعنا في فورما اندفيدويل كيش مادوكم دي كاب كيك والفورما فاميليا يعني دي كيك بار تخنش تشريهم طريقة التحذيق هيدا مخدوم زيرو سكر زيرو فاغين مخدوم بالافوان ومخدوم بالدات 100% هيلثي هيدا معناها نحضروا لزينجريديون الكل مع بعضهم ونحطوه يتيب وتخرجونا الحاجة لبنينا هذية والصحية سيخطو صحية اهم حاجة اهم حاجة وبنينا خطر الصحي جني غالما يخافوا منو بليش السكر اما هذي كفيه الدقلة فيه الشوكولات الـ 62% هيدا 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 نحب بيسر نحكي على الـ على خطر الهنية مهم انه نستحفظ على صحتنا وعلى صحة صغارنا ومهم زيدا انه نستحفظ على الانفيرونمون وليزم حاجة تكون ايكولوجيك وقابل الريسكلا وليزمنا نستحفظ على الانفيرونمون بتاعنا فهمت هيدا ريسيلة نجمو نقدموها للكافة إنترابنور بايش اومو جديد يحاول يوصي إما الإقديم لكي يرجع للأمبلاج الإيكولوجي أو يحاول يستحفظه مكسيموم خاطر ما أنت مهدى للطبيعة أي أكيد اليوم المواد الأولية كيف سراء وانتي قاعدة تخدم كل مرة نشوفه من عرشنو اسمه ندوكم دي كوكيس تراديسيونيل في ميزان في اذيك بكو دامور ممتاز يعطي صحا هو المظهر ممتعه والمنظر ممتعه يشاهي كما قاعدين تشوفه قلت لك المواد الأولية كيف سراء تلقى صعوبات فيها نعم برشة صعوبات بحكم في تونس نعيشه عنا برشة نقص في المواد الأولية نعم فهمت نحاول كيف سراء وكيف نلقى حلول نحن كيف سراء تلقى صعوبات زيادة للمواد نغسط وهذا يجب أن يتلقى لكم هل يريد أن تسرف كيف سراء أقضي المواد الأولية إليك؟ نعم فهذا يتلقى نعم فهلا يتحاول أن تبدل كيف سراء تلقى لذلك يجب أن تتعوذ سكر الدقل وإلا السكر ولا تحاول الدخل من الغلال تحاول تتصرف لكي تحاول تعوض السكر رحمة السويسي قصة النجاح لم تكن بسهلة كيف يوجد المراحل؟ أكيد ترون فهم برشة صعوبة تعرفت لها من الأول فهم برشة صعوبة من الأول فهم برشة صعوبة لأنها قبل قبل فهم في الدومين وإنه جديدة لذلك فهم برشة صعوبة لذلك نحن نعمل بشيء الخدمة هذه في الديجيتال لكي تضع على الإنترنت وكل شيء في التسويق الإلكتروني أو لكي تنشي للحريف لذلك يجب أن تعرض لك لذلك هنا لقيت صعوبة كبيرة لكي نلقى الحرفاء متاعي الحرفاء بين قوسين يجب أن يكونوا يومياً يخدوا من عندي كيف مع القهاوي المقاهي لقيت صعوبة لكي نبيع للمقاهي ليس الناس قبلوا أن يتعاملوا معي بعد قليل 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 فرضت لكي تحكي على روحه أكيد فهمت خطر من الول يكونوا خايفين هما إنسانا كما نقوله مش معروفة جديدة يخافوا كيف حاول تقنع الحالي في متاعك؟ قلت له جرب أخي جرب وحصل يعني تك صحة تحول تقوز لازم تكون معناها عندك ثقة في روحك وثقة في البخدفين متاعك أهم حاجة أهم حاجة نحن نتوى في تونس برشة فهم الكوميرسيال يعني فهم الكيكب بتاعنا أغلبيتهم مصنوعين بمستحضرات غذائية ذر بالصحة حبينا ولا كراهنا بمستحضرات غذائية يكثر في القانونة وكذلك يحبون العبادة في ميزان يحبون أن الناس يحبون الحمد للبخدفين وحمد الله يا ربي رحمة المشروع الذي قمت به حققت به حققت به حققت به حققت به حققت به حققت النجاح يعني هل تخمم مشروع عائلي ولا تتخمم انك تطور القدام؟ أكيد بإذن الله كما سبقه قلت اللي هو دجال غرام هذية معنتها مصغرة ترعرع فيها وكبرت به ونحاول اني نكبر فيه وبحكم اللي العائلة معاونتني برشا لحقيقة معنتها واقفة معايا تسندتني وتعاون فيها ودونك بقدرة ربي عليش لي في الخطاة القادمة نلقى البخوجين تاعي حتى البرة من تونس إن شاء الله المحلوين رحمة نحنا توفي سكرة يعني بيع من دارك أي توا من داري وإن شاء الله على قريب إن شاء الله نحلو أوفيسيال معه بقدرة ربي إن شاء الله بيه المعارض شاركت في معارض؟ أي شاركت دجا في معارض ما عنديش بارشا وين المعارض؟ في المنزه السادس في المراكب الثقافي في المنزه السادس بيه خمامت انك تخرج البرة تطور من خدمتك تهز خدمتك وتشارك في معارض أخرين يعني دولية؟ ماذا بينا؟ أما زيدا يحب ذي كوني نعمل دستاج وإلا حتى دي فورمسيون بخوفيسيوني أكثر أنا عندي إلا شهدة كفاءة مهنية في صنع الحالويات التقليدية في صنع الكعك أما زيدا المذيبية كانت نطور من الكفاءة هذية كيفش رحمة اليومة رحمة السويسية كيفش تشوف طموحها القديم إن شاء الله؟ إن شاء الله مراه روحي في الكيك شوب متاعي نكون عندي براند معروفة برشا نصدر البرة وقدرة ربي تكون معانتها المستقبل بإذن الله زهر إن شاء الله إن شاء الله إن شبابة اللي قاعدين في الدار ما هم مش عاطين على العمل ولا إلا نجحوا وقاعد ما هوش قاعد يعمل في حاجة ولا متوظفش في وظيفته شلو تتقول لهم؟ من منبري هذية نحب نشجع الشباب الكل باش معانتها تحاول توصل للحلمة بتاحها أيوة وتكبش في الحاجة اللي تحب عليها في الغرام وفي الغرام سيخطوه أي خطر مهم إنك تخدم حاجة مغروم بيها لازم تحب الحاجة اللي تخدمها واللي تكون تتقنها وعلا معانتها عن معانتها كما نقوله أسوس صحيحة وتكون بشهيدك وأمورك مريقلازة ما تكونش بشكل اعتباطي معانتها تكون بأمور قانونية ومنظمة وذلك معانتها معانتها فما مجمع وفما معانتها يؤطر كما مجمع لامتنا يؤطر النساء باش معانتها لعانتها غرام وحرافيات باش إنه كما نقوله تنشئ تتقاطئة وتتبعث تتبعث المشروع متحفل الإطار متاع المجمع هذيك تكون أمور منظمة وقانونية تتخمّم أنك تكبر قرض وإنك تتطور من روحك كأنك تتخدم حاجة في الدار وتبيحها أنا أتول الخطاة المشي فيها أني نخدم نحاول المكسيموم خطر القرض في تونس معنى تغيط ومتع وطال عبر شمال وغزمون وعنى مشكل متاع اللوكو، اللوكال في تونس معنى بصعوبة بشتلقة في المقدرة متاع الجون انتربرنور معنى الجون انتربرنور يبدوا من الول يبدوا يدد شو معنى أنت مازالوا عبارة دينوفوني معنى يسيدي أنا من المنبري هنا أقول لك بالتوفيق ليك وربي وفقك يعيش أعطيك الصحة نذكروا بالماركة متاعك الماركة متاعي هي ميرسي كيك أند سويتس السلوغون متاعنا هو البنة دياري يعني بإذن الله ديما تقعد الكاليتين بتاع البنة دياري موجودة إن شاء الله حتى في المستقبل ونحب نقول لكم اللي البنة دياري معاكم في كل دار وكل مناسبة باش تتبنوا البنة الزمنية وتستحفظوا على صغيراتكم باش توكلوهم حاجة بنينة وصحية وتنجموا تتواصلوا معنا على صفحة الماركة متاعنا كنت سواء على الفيسبوك أو على انستغرام وتتصلوا بنا على الرقم الخاص شكرا لك ويعطيك الصحة وبتوفيق ليك وهكا تفاحستنا لليوم نلقاوكم في موعد جديد